موسيقى الغتاب نبيع فيها خضرة وغلة من المنتج المستهلك وخاصة نحب أن تكون تجارة فيها تجارة منصفة مش معناها تجارة منصفة معناها نهز الخضرة والغلة من عند الفلاحة أسوام على برشة من اللي هزوها الهباطة والغلة من اللي مستنس هو يبيع بها الفلاح ونحن الخدمة الكلة نحب أن ندخل الفلاح في ربحهم وبعد مش مشين في بيغ مش نكتبو عقود مع الفلاحة باش هما يكونوا أكيد دخلوا في ربحهم ونك احنا بالنسبة للتوى نمشو للفلاحة سوخت الفلاحة الصغار اللي ما عندهم مش لكاميونة ما عندهم مش لكي بيش بيش يهبطوا سلعتهم للمخشي دقو ولا البلاس أخرى الدوكي ناخدوا من عندهم سلعتهم وبعد نهزوها وعن احنا نحطوها في أقفيف ونهزوها للمواطن التونسي المستهلك التونسي هذي كيفيش يسير يسير على طريق انترنت العباد تمشي على الانترنت تكمن دي القفة واحنا نلمدوش حبو العباد الكل وبعد نمشي ونجيبوه معنا الفلاحة اللي ستطلبوه العباد الكل الفلاحة اللي احنا احنا مسحقينو وهو مسحقنو كيفيش احنا مسحقينو احنا مسحقينو على خطر هو اللي بشي يعطينا المنتوج اللي نحاشتنا بيه وهو مستحقنا على خطر احنا نعطيوها السعر اللي يساعدو اللي هو يساعدو معناها أمامنا بخيسك مناقش شانا كينا مشي الفلاح حنا نمشي إنا مشي بيدي الفلاح كينا مشي الفلاح يقولي هذيك بخيسك مناقش كوشي كان الفلاحي دايح المكثر من لازم وبعد على سوء من مرشي وقتها ليه أما الفلاح نوع من ما قل يطلبه ياخذ وهذاك عليش أحنا الفلاحات نتولي ولو عنا احنا بدين مع عنا عام بخيسك أقل شوية الفلاحة نتعنا ولو عائلة ولو ويكلمون بتريفو عندي هذي حضرت عندي الأخرى حضرت عندي هذيك حضرت باش خاطر يعرف اللي كي جي أجل تابل تهز من عنده تهز بأسوان ما اللي مهزوا بيها حتى خذار ومهز بيها حتى هبات دوك الهذي اللي عليش احنا الفلاحات نيجيونا يكمنديو يعايتونا باش ناخذوا من عندهم وحنا نتصرفهم بعد كيفاش كالسلعة هذيك نخرجوها قصو سواء للمستهلك نتعكل بيو وقالا عنا ريستورونات نخدموا معاهم وقالا ريتر معناها باش نجم وحنا نخرجوا سلعة هذيك اشتركوا في القناة